عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبا عن دعمه لخطة المبعوث الدولي عبدالله باتيلي ورفض لدبيبا تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب والدولة مطالبا بعرضه على استفتاء شعبي لإقراره بوادر تعقيد جديد في الأزمة الليبية تحفظ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا على تعديل الإعلان الدستوري الذي توافق عليه مجلسا الدولة والنواب ليكون قاعدة لإجراء الانتخابات الدبيبا طالب بطرح تعديل للاستفتاء العام وعبر عن انحيازه لمبادرة المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وأكد خلال لقاء جمعه مع باتيلي دعم حكومته للإجراءات التي تقوم بها البعثة وذكر بيان عقب اللقاء أن الحكومة جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتأتي تصريحات دبيبا بعد يوم واحد من مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري له بعدم ترشح للانتخابات تطبيقا لتعاهده السابق خلال ملتقى الحوار السياسي وقال المشري إنه قد يتم وضع نص قانوني ملزم بعدم ترشح دبيبا وعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات المقبلة وتغلب مجلس النواب والدول على خلافاتهما بشأن القاعدات دستورية باللجوء لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011 بما يسمح بالمضي قدما في الإعداد للانتخابات وأبدى باتيلي تحفظه على التعديل وقال إنه يفتقر إلى المقومات اللازمة ومنها الاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات وغياب جداول زمانية واضحة وقدم باتير خطته للحل في إحاطة أمام مجلس الأمن وتتضمن الخطة تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال تيسير اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق محددة بجدول زمني لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي وقوبلت مبادرة باتيلي بفطور من مجلسي الدولة والنواب دون الكشف عن قبولها أو رفضها بشكل صريح ونرحب بضيفين من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك أهلا بك أستاذ محمد ومن العاصمة الليبية ترابلوس الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ أهلا بك أستاذ محمد أيضا أستاذ السلاك مفارقة عدة تطبع المواقف السياسية الحكومة تؤكد جهوزيتها لإجراء الانتخابات التشعية والبرلمانية ولكن في الآن ماذا يعني هذا الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري ماذا للمهل الزمنية لتحديده وإجرائه لوجستيا وأي انطباعات سياسية للأخصام في اللعبة السياسية الداخلية الليبية مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم من ترابلوس يعني أنا أستغرب حقيقة باعتبار أننا لا نتحدث عن استفتاء لا نتحدث عن دستور بل هو تعديل للإعلان الدستوري المؤقت باعتبار أن مسألة الدستور الدائم للبلاد مرجأة إلى ما بعد العملية الانتخابية هكذا يبدو المشهد وبالتالي لا تصور بأن يمكن الاستفتاء على قاعدة دستورية هي إجراء مؤقت فقط لأن تكون توطئة لعملية انتخابية رئاسية وبرلمانية نهاية العام هذا من جانب من جانب آخر السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وفي أكثر من مناسبة ولعل أخرها لم تخني الذاكرة في 13 أغسطس مساء الجمعة في كلمة ألقاها في اليوم العالمي للشباب قال أو دعا مجلس النواب والدولة للتوقف عن ما أسماه العبث والمضي قدما نحو قاعدة دستورية أو التوافق على قاعدة دستورية باعتبار أن هذا هو السبيل وهذا هو العائق أمام إجراء الانتخابات اليوم بدنا أمام تفاهم وإن كان غير متين بين مجلس النواب والدولة ولكن على الأقل الآن نحن أمام إطار دستوري يمكن البناء عليه بإضافة طار زمني بإضافة ترتيبات انتقالية تؤدي إلى الانتخابات يعني بعض الأمور الأخرى يمكن حلوها إن حضرت النية أو خلصت النواية نحو إجراء انتخابات ولكن لا يبدو لي ذلك أستاذ محفوظ هذه الشكوك لدى الأستاذ سلاك اليوم رئيس المجلس أعلى للدولة خاد المشري يتحدث عن نصوص دستورية تمنع أعضاء المجلس الرئاسي والديبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشعية نحن نعود من جديد لهذا الاشتباك السياسي ما يعني تأجيل جديد للانتخابات مساء الخير أستاذ روبير لك ولضيفك ولكل مشاهدي سكاي نيوز عربية الكرام بكل تأكيد أنا أظن أن هذه ليست المشكلة الرئيسية التي تمنع إجراء الانتخابات حديث السيد خالد المشري عن هذه القضية هي طبعا تأتي في إطار الخصومة الظاهرة والواضحة أخيرا أو مؤخرا أعتقد أن الخصومة بلغت بين المشري وبين دبيبة درجات قصوى وصلت إلى التراشق الإعلامي والتراشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لذلك هذا أمر ليس مختلف عليه الأمر الذي يجب التأكيد عليه هو الادعاءات التي يتم تسويقها للرأي العام الدولي والمجتمع الدولي الذي يرعى بشكل واضح إحاطة وخطة السيد بتيلي في مسألة أن هناك توافق بين المجلسين هذه الادعاءات تنسف اليوم شيئا فشيئا حديث السيد المشري في تصريحات صحفية بالأمس حديثه عن مسألة تمسكه بعدم ترشح العسكريين ومزدوجي جنسية يأتي أعتقد أنه في سياق مختلف عن صورة التوافق التي تظهر شيئا فشيئا بين الرجلين عقيل الصالح والمشري إضافة إلى ذلك الجدل الكبير الدائر حول ملف نزع اختصاصات ديوان المحاسبة وإحالتها لهذه الرقابة الإدارية وهو أيضا ملف شائك اليوم بدأ يظهر للعيان ويأتي في ظل الخلافات الكبيرة عقيل الصالح يقول أنه ليس من اختصاص مجلس الدولة التدخل في مثل هكذا أمور والمشري يتحدث على دور ملزم ورأي ملزم لمجلس الدولة في هكذا شؤون ولذلك أعتقد أن هذه الأمور تبين شيئا واضحا أستاذ روبير أن الادعاءات التوافقية التي تخرج بين المجلسين ما هي إلا محاولات لعرقلة المبادرة الأممية ولخطة السيد باتيري الذي ربما يقتنع تماما ويقتنع معه المجتمع الدولي أو بالأحلى الأطراف الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة التي بالمناسبة اليوم المبعوث الخاص السيد ريتشارد نورلند يزور رئيس مجلس النواب في القبة وأيضا السيد باتيلي يجري أو قد بدأ رسميا مشاورات تشكيل هذه اللجنة التقى اليوم بالدبيبة وأيضا التقى بالمجلس الرئاسي ولذلك أعتقد أن المجتمع الدولي مسألة تجاوز المجلسين أصبحت أمر واقع وأي دور للمجلسين في مسألة القاعدة الدستورية وفي مسألة المشهد السياسي القادم أصبحت من الماضي ولذلك تراجع أو تصريحات بالأحلى تصريحات مشري وعقيلة فيما تعلق بترشح العسكرين ترشح المجلس الرئاسي ترشح الدبيبة أعتقد أنها تأتي في إطار المناسنات وفي إطار التجاذبات السياسية فقط طيب أستاذ السلاك ما أسماها الآن أستاذ محمد ضيبن من العاصمة ترابلوس بأن هذه الخصومة بين المشري والدبيبة بلغت حد الخصومة المكشوفة والاتهامات المتبادلة ماذا يعني ذلك؟ وما هو مصير هذه المبادرة للمبعوث الأممي؟ يعني هناك حالة من التناحر بين الطرفين منذ فترة ونتيجة لتضارب المصالح وتباين الرؤى بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس مجلس الدولة من جهة أخرى وتبدل التحالفات هذه مسألة تعودنا عليها في المشهد الليبي وهي جزء من السجال المستمر على مدار أكثر من عقد من الزمن بين الأطراف المختلفة أما فيما يخص مبادرة السيد باثيلي هي مدعومة دوليا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هذا الخيار ولديها مصلحة استراتيجية في تشكيل حكومة منتخبة في ليبيا للحد من التواجد الروسي من جهة والاستقرار الإنتاج وتعويض نقص الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية هناك أسباب أمنية واقتصادية أدت إلى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية بمستوى أعلى في المشهد الليبي ولكن إلى الآن لا تتضح معالم خطة السيد باثيلي يعني هو أشار إلى بعض العناصر ولكن أهلية تشكيل هذه اللجنة طريقة اختيار أعضاء اللجنة أيضا التوقيت الزمنية يعني هناك تفاصيل غائبة في مقابل ما حدث بين مجلس النواب والدولة وبالمناسبة هو تفاهم حول التعديل الدستوري التعديل الثالث عشر ولم يكن هناك بالفعل لم يكن هناك تفاهم بشأن القوانين الانتخابية ولكن مجلس النواب أجرى تعديل وصادق عليه مجلس الدولة وهذا وفقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يعني هذا له إطار دستوري وقانوني الإعلان الدستوري المؤقت واتفاق الصخيرات أما مصير هذا التعديل وكيف سيتم التعاطي معه وهل سيكون هناك دور لمجلس النواب والدولة في الفترة المقبلة المجتمع الدولي والبعثة الأممية لهم أيضا تأثير ونفوذ والرؤية إلى الآن غير واضحة باعتبار أن سيد بثيري قال أن هذه اللجنة سيمثل فيها كل المؤسسات السياسية والسيادية وهناك بعض التسريبات حول تقسيم هذه اللجنة إلى أعضاء من مجلس النواب والدولة وعسكريين من لجنة خمسة سائد خمسة بالإضافة لحصة للمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل حتى يكون هناك توافق أكثر شمولا للمضي قدما أو يعد سبيلا للمضي قدما نحو الانتخابات باعتبار أن في النهاية هذا هو الهدف ولابد من أن يكون هناك تأكيد على هذه المسألة أن يكون هناك رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات لأن ما يحدث الآن من الجانبين حقيقة أستاذ محفوظ هذا القراءة وهذا التسلسل الزمني الذي قرأه وهذه القراءة لأستاذ السلاك يضاف إليها الفتور من قبل المجلسين إن كان مجلس الدولة أو حتى مجلس النواب في الرد على مقابلة باتيلي إلى أين سيؤدي المطاف بهذا الحل وصف لنا أستاذ السلاك أيضا الردود على مبادرة باتيلي وبعد هذا الموقف اليوم لدبيبة أستاذ روبير يجب أن نؤكد على أمرهم أن كل الأجسام الموجودة في السلطة لا يهمها إجراء الانتخابات أو ليست صاحبة مصلحة في إجراء الانتخابات ولذلك هي تجتمع بشكل أو آخر وبطرق مختلفة على إفساد وتخريب هذا المسار الدولي الذي في تقديري حسب المعلومات التي تصنى من البعثة هو وفق إطار زمني واضح وصارم وليس قابلا لكما يحدث في إطارات مجلس النواب والدولة العملية الزمنية دائما مفتوحة ولذلك الكثير من الليبيون اليوم يدعمون هذا المسار لأنه سيكون حاسما من حيث الزمن أنا قد أختلف قليلا مع زميلي الأستاذ محمد في مسألة أنه هناك إطار قانوني ودستوري يخرج من مجلس النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر الحديث عن قانونية ودستورية هذا التعديل قد تحتاج مساحة تقاش أطول ولا يسمح لي الزمن في هذا الأمر لكن ما هو مؤكد أستاذ روبير هو أنه الإجراءات المتبعة وفق المادة الثانية عشر من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي لم تتبع في مسألة هذا التعديل الدستوري ولذلك لم نشاهد ولم نلحظ أي دولة ولا سفارة ولا البعثة التي هي تدعم الشأن السياسي في ليبيا تدعم إطلاقا هذا الدستور بل بالعكس السيد باتيلي يتحدث بشكل واضح في إحاطته الأخيرة في السابع والعشرين من فبراير الماضي أمام مجلس أمن أن هذا التعديل لم يعالج المسائل العالقة خاصة فيما يتعلق بشرط الترشح للانتخابات الرياسية ولذلك لا يحسم مسألة إجراء الانتخابات بشكل واضح وبشكل صارب هذا الأمر أعتقد أنه يدركه تماما أو تدركه الأطراف الدولية ولذلك مجلس نواب الدولة هما يحاولان إفساد هذا المسار ولكن أعتقد في تقديري طالما اليوم بدأ السيد باتيلي إجراء المشاورات لتشكيل هذه اللجنة التي هي واضحة المعالم ليست مخفية أربعين عضو سيكون فيها عشرة من أعضاء خمسة زياد خمسة عشرة للمكونات السياسية منها إثنين للنواب إثنين للدولة إثنين للحكومة إثنين للقيادة العامة وإثنين للرئاسي عشرة للمجتمع المدني والشباب والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب عفوا وعشرة لشيوخ القبائل ولذلك هي المشاورات التي تجري أعتقد أنها ستضع اللمسات الأخيرة لهذه اللجنة وفي تقديري وحسب المعلومات الواردة من البحثة كحد أقصى عشرين مارس أو خمسة عشرين مارس ستعلن أسمى هذه اللجنة خلال شهر ونصف من المفترض أنها ستنهي أعمالها ولذلك مسألة العامل الزمني تعول عليه بشكل واضح بشكل كبير الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة مثل ما ذكر الأستاذ محمد اليوم تنزل بثقلها لدعم هذه المبادرة ريتشارد نورلند بنفسه يذهب للقاع عقيل الصالة وأعتقد أنه سيستمر في شعور التقعات تريد إعطاء زخم الولايات المتحدة هذه البحثة وتريد من الأطراف السياسية بأكملها أن تنخرت بشكل إيجابي في هذه المبادرة أشكر ضيفين جزيلا شكر من العاصمة الليبية طرابرس الكاتب والبحث السياسي محمد محفوظ شكرا لك أستاذ محمد في العاصمة المصرية القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لبي أستاذ محمد السلك